راديو ماد الحكومة المكلف ولكن العنوان اللي رافق رئيس الجمهورية سيتحمل حصيلة حكومة الرئيس قيس سعيد في قلب العاصفة كيف نلقاه عنوان صغير تحت يرفق رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي اللي بشي قدم للأحزاب هيكلة حكومته وبرنامج عملها أسبوع حاسم للمشيشي بالنسبة إلى جريدة الصباح اللي رجعت على الحامة وإغلاق الحامة والحامة الغربية هون يحكيو على تسعى ولايات اللي تساجل إصابات محلية فيروس كوروناتو نرجع بعد شوية نحكيو زادا على ولاية نابل وكيف كيف زادا في اللايين اللي نلقاه العودة المدرسية اللي ستتعثر والحل في الانتداب بلا وجور منذ 11 شهر خارجوء التربية والتعليم حابينا زادا نتابعو ردود الفعل بعد كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد في ذكر المرأة وخاصة طرفي ما يتعلق بمسألة المراث هوني عنوان آخر نلقاه في جريدة الصباح اللي يقول يقول العنوان كلمة سعيد في ذكرى عيد المرأة عندما يعود رئيس الجمهورية بالمرأة التونسية إلى الوراء هوني زادا نشوفوا أنه عديد جمعيات المجتمع المدني اللي معنتها ناددوا بكلام رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمسألة المراث هوني تحذر في كلمته اللي ألقاها الرئيس الجمهورية في قصر كرتاج عن كثير من المسائل يبدو أنه حاول من خلالها حاول من خلالها معناها أنه بشي أكد على أنه ليس مع المساواة بين الجنسين أنه يعارض وبقوة مسألة المساواة في الإرض حتى أنه يمكن القول أنه كان غير راضي على على الاحتفال بعيد المرأة ولا على إصدار مجلة الحوالي الشخصية على الأغلب عدم رئيس الجمهورية يأتي في من أنه تاريخ تلوتاشقوت يأتي بعض عشر أيام من يوم ميلاد الرئيس الراحل لحبيب بورجيبة وهوني نحكي بتابعة الحرحة حسب مجافي نص المقال وبسبب عدم انصاف عدد من الشخصيات الوطنية على غيرارة الحداد والشيخ عثمان بالخوجة على كل الرؤى أنه سعيد اللي سعافك عادته يقول المقال هونيريم ساودين قد ملتحية إلى إحاطة موقف الرافض لمساواة بين الجنسين وخاصة المساواة في الإرض بهالة من الغموض وتضارب وعدم الوضوح ليتحدث عن الفصل الأول من الدستور وأن الدولة ليس لها دين ويضع مباشرة من يثيرون قضايا المساواة في الميراث تحت طائلة المخطأ وغير البريء ويتعمد رئيس الجمهورية أنه يكون صوته أكثر حدة عند تدرج نحو إعلان موقفه القديم عن المساواة في الميراث والذي اختار فيه هذه المرة أنه يحتكم فيه إلى النص القرآني وبشكل بعيد عن المقاربة العالمية حسب ما رأت نشوفه هنا للسنين البحثة في الحضارة يعتبر أن العدالة حسب تعبيره أفضل من المساواة والأفضل عدم إثارة الموضوع من جديد كيف كيف زدى نلقاه نفس الموضوع لأسال الحبر هنا نمشي إلى دكتور عميرة عليها اللي يتفاعل مع خطب رئيس الجمهورية في عيد المرأة ويقول له آسف السيد الرئيس أنت متأخر عن طهر الحداد بتسعين سنة هنا الأستاذ عميرة عليها صغير المؤرخ ويقول ومن درس التاريخ يعرف أنه تحولات الكبرى في حياة المجتمعات تتطلب استفاء أو استفاء شروط لتحقيقها أهمها حضور قوي اجتماعيا وحكاها زدها وأنه رجع بنا للتاريخ وحكاها على مساواة أمام الزواج ومنهضة تعديد الزوجات حكاها الحداد اللي يؤمن بإمكانية تتساوي في الميراث بين الرجل والمرأة إفعام خصوم الأسلاح والنهوض بالمرأة فأحكي زدها وجاوبة ما هو مشروع الحداد للرقيب المرأة وتحررها نرجع على الحجاب يقول الحجاب كمام على فم وحائل بين الرجال والمرأة على كل نرجع بهذا الكل بعد شوية إن شاء الله ونرجع زدها بالنقاش هذا حوار مجتمعي بركوابا يتكلموا فيه النسي كل الحداد ينادي بإنشاء زاد محاكم للطلاق وهن يزاد الدكتورة عميرة اللي من جديد كلام كبير أو بحد وجه كلامه إلى رئيس الجمهورية قيس السعاد فيما يخص مسألة الميراث يلا خلينا نتعددوا لبلادنا ونتابعوا شو لي فما جديد والبارح اللي قدمت مديرة من مرصد الوطني الأمراض الجديدة والمستجد أن يصف بن عليها بعض تفاصيل عن المصابين بكورونا المتكافل بهم في المستشفيات وأوضحت نصاف بن علي في حوار لها على الوطنية أنه 24 مصاب بكورونا تم إيوائهم بالمستشفيات من بينهم 6 مصابين في أقسام الأنعاش تابعت زاد أنه من بين 6 مصابين في الأنعاش امرأة حامل وامرأة أخرى تحمل عوامل الاختطار حسب تعبيرها وشددت المتحدثة على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية الفردية محظرة من أن يطل الفيروس الفئات الهشة وخاصة ما يفوق الـ 65 سنة واعتبرت أنه عدد المصابين بالمستشفيات ليس كبيرا بالنسبة النصاف بن علي زادة اللي تأكدت البارح أنه عملية التقصية النشيط أي فيروس كورونا في جابس أثبت أنه 15% فقط من المصابين يحملون أعراض الفيروس والبقية دون أعراض وهو ما يمكن أنه يتسبب في عدوى محالية في حوار لها قالت نصاف بن علي أنه الفرقة الطبية المتنقة تسهل على إجراء تحليل التقصية النشيط من أجل تحديد المصابين في جابس دعية إلى في هذا السياق المواطنين في الولاي إلى مساعدة السلطات الصحية في عملهم وبينت أنه التقصية النشيط يساهم في التوقي من كوفيد عبر عزل الحالات المصابة وتحثت زادة عن ضرورة ارتداء الكمامة وغسل اليدين بالصابون باستمرار والالتزام بالتباعد الجسدي بالنسبة إلى ولاية نابل البارح العشية تم إخضاع إخضاع ستة أشخاص من عائلة واحدة في منطقة سليمان الرياض من ولاية نابل إلى التحليل المخبري واخذ عينات للتحليل اللي بشتجدر تصدر نتائجها لاحقا وذلك بعد زيارة امرأة أصيلة القيروان رفقة زوجها تقريبا عندها ثلاثيان مكاكة وين ظهرت عليها أعراض ارتفاع الحرارة بعد عودتها لمنزلها بش يتبين بعد خضوها لتحليل أنها مصابة بفيروس كورونا وفق ما يأكدوا مدير المستشفى المحلي في سليمان نادر مارداني للشروق أونلاين على كل بش نتابعوا زادة الأخبار فيما يتعلق زادة بالسواحل وهون يحكيوا على الحراجة ونحكيوا على أتوانسة الموجودين في إيطاليا وزيرة الداخلية الإيطالية لتخطط لزيارة تونس مجددا رفقة وزير الخارجية ومسؤولين أوروبيين هون اللي ارتفع عدد المواجرين الوفدين إلى إيطاليا بنسبة تنهزم 150% خلال الأشهر الأخيرة وفق ما أعلنت اليوم مزارة الداخلية الإيطالية لوتشينا لوتشيانا وأعلنت زادة لوتشيانا أنه أنا بش تقوم بزيارة رسمية كما قلنا نهار الاثنين اللي يرفقها غدوة الحيمان اللي يرفقها وزير خارجية لويجي ديمايو و لويجي ديمايو ومفاوضا أوروبيين وقالت الوزيرة أنه زيارة تأتي في توقيت مهم وهي مؤشر إلى الاهتمام ببلد يشهد صعوبات بدون أنه تقدم تفاصيل حول جدول الأعمال وشهدت إيطاليا زاد صعوبات خلال الأشهر الأخيرة فالتعامل مع وصول مئات المهاجرين إلى شوطأها الجنوبية في ظل تدبير الوقائية المفروضة لأحتواء أزمة كوفيد ديزناف وأوضحت وزيرة الداخلية أنه الصعوبة لا تكمن في عدد الوفدين بل في العمل الإضافي اللي تفرض التدبير وقالت الصحفيين ثم حجة فما حاجة لنظام حماية للسكان الذين يفضع عليهم المهاجرين وللمهاجرين أنفسهم في حذاتهم وأضافت أنه جراء أخذ عينات وعندما تكون إيجابية يجب معلجة المصاب وحجر الباقين أربعة تشين يوم بحسب ما معلتها بحسب القواعد ووفق نحو واحدة ربعين فاستة في المياه من المهاجرين من تونس واربعين فاستة الخمسة في المياه من ليبيا وصرح أكثر من ثلثة الوافدين أنهم تونسيون مقابل 12% من بنجلاديش و7% من ساحل العاج هنا نحكي على أرقام اللي شهدتها الوافدين على إيطاليا على كل تنتابعوا هذا الموضوع هل تونس بش تقبل معناتها أبنائها هل تونس بش تقبل زادها الحرقين معناتها اللي مشاوا في هجرة غير نظامية بش تعود تقبلهم إذا بش ترجعهم إيطاليا تون شوفوا بالضبط موقف رئاسة الجمهورية وموقف الخارجية التونسية من هذا الموضوع مش نكمل وممكن نرجع شوي الفيروس كورونا في تونس ومساكن أو مساكن إصابة أربع إطارات شبه طبية بفيروس كورونا اليوني تقريبا هذه اللي رئيس بلدية مساكن نحمد علي اللي البارح أصدر بيان نحاول نرجع عليه الموضوع هذه أكد فيه إصابة أربع إطارات شبه طبية بقسم العائلات الخارجية في مستشفى مساكن اللي تم إغلاقها البارح أثر إصابة ممرضتين في انتظار صدور نتائج 30 تحليل آخر هم